السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة و ونون أو ي ونون على آخره بحسب الموقع الإعرابي إذن نعيد جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة و ونون أو ي ونون على آخره بحسب الموقع الإعرابي نأخذ الآن الأمثلة للتوضيح أكثر لاحظ هنا محمد محمدون لاحظ هنا الوا والنون مؤمن مؤمنون لاحظ هنا الوا والنون صالح صالحون أيضا لاحظ الوا والنون مستقبل مستقبلون أيضا لاحظ هنا الوا والنون نعيدها محمد محمدون مؤمن مؤمنون صالح صالحون مستقبل مستقبلون الآن ما الحكم الإعرابي لجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بألياء إذن الحكم الإعرابي لجمع المذكر السالم إنه يرفع بالواو وينصب ويجر بألياء الآن نأخذ أيضا أمثلة هنا الحكم العرابي جمع مذكر السالم قال الله تعالى قتل الخراصون قتل هنا جاءت مبني المجهول الخراصون نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم إذن قال تعالى قتل الخراصون قتل مبني المجهول هنا الخراصون نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم نأخذ أيضا هذا المثال آية قرآنية قال الله تعالى وبشر المؤمنين هنا وبشر هنا جاءت فعل أمر المؤمنين هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم إذن وبشر المؤمنين وبشر هنا جاءت فعل أمر المؤمنين هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم أيضا نأخذ هنا هذه الآية القرآنية قال الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم هنا الباء جاءت هنا حرف جر المؤمنون المؤمنين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم إذن بالمؤمنين نعيد الباء هنا حرف جر المؤمنين هنا جاءت اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم لاحظ هنا هذا المثال أيضا رحب المعلمون بالطلاب رحب هنا فعل المعلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم إذن رحب المعلمون رحب هنا فعل كما قلنا المعلمون هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم إذن أخذ المثال هذا سمعت الحاضرين يقولون ذلك سمعت هنا فعل سمع هنا فعل التاء هنا تاء الفاعل الحاضرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم نعيد سمع هنا فعل التاء هنا سمعته التاء هنا فاعل الحاضرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم الآن مر أخي على القادمين من السفر مر هنا جاءت فعل أخي فاعل على هنا حرف جر القادمين اسم مجروه وعلامة جره اليا لأنه جمع مذكر سالم نعيد أيضا مر هنا فعل أخي فاعل على هنا جاءت حرف جر القادمين اسم مجروع على مجره الياء لأنه جمع مذكر سالم سنأخذ هذه الملاحظة لاحظ هنا نون جمع المذكر السالم مفتوحة دائما إذن نون جمع المذكر السالم دائما مفتوحة نأخذ هنا أمثلة لاحظ رحب المعلمون سمعت الحاضرين مر أخي على القادمين وبشر المؤمنين قتل الخراصون لاحظ هنا إذن كما قلنا نون جمع المذكر السالم مفتوحة دائما المعلمون الحاضرين القادمين المؤمنين الخراصون إذن أبناءنا الطلبة أحبائي هذا كل ما يتعلق بجمع المذكر السالم للصف الثالث نلتقي إن شاء الله في دروس أخرى حياكم الله وبإياكم أبناءنا الطلبة ترجمة نانسي قنقر